وفي القرن الخامس أيضا أو القرن الرابع كان كتاب الضياء وهو موسوعة عقدية وفقهية وهو أيضا في السيارة تجاوز العشرين جزءا طبعت أجزاء منه وزارة التراث والثقافة وكتاب الضياء لسلمة ابن المسلم العوتبي الصحاري هو فقيه ونكتشف ذلك من خلال موسوعته الضياء وهو نسابه من خلال كتابه الأنساب وهو لغوي من خلال كتابه الإبانة ثم ننتقل الآن أيها الإخوة إلى مؤلفات القرن الخامس الهجري ونلاحظ كلمة جامع تتكرر في كل قرن في القرن الخامس الهجري كان كتاب هناك جامع أبي الحسن البسيوي وهو من أجل كتب الفقه وقامع أبي الحسن البسيوي كان معتمدا إلى القرن التاسع الهجري أي منذ القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري كان معتمدا ولم يزل مرجعا مهما طبعته وزارة التراث والثقافة ثم ألف نفس المؤلف أبو الحسن البسيوي ألف كتاب اسمه مختصر البسيوي وهو أيضا عظيم القدر وفي القرن الخامس أيضا الهجري هناك بيان الشرع وهو موسوعة ضخمة للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي يتكون بيان الشرع من أكثر من سبعين جزاء وهو من نتاق القرن الخامس الهجري كما قلت هذا يعطينا أن طالب العلم لابد تكون عنده همة أولئك يكتبون سبعين جزءا مع ضيق ما في اليد أو ضيق الحال ومع عدم وجود هذه التقنيات الحديثة الآن الشخص يطلب المعلومة فتأتيه قبل أن يرتد إليه طرفه أو قبل أن يقوم من مقامه يضغط فقط على أزرار الحاسوب ليدخل شبكة المعلومات فتأتيه كل المصادر والمراجع بين يديه الآن كل شيء يعني توفر كل شيء أدواك الكتاب الكتب أدوات التصوير حتى أجهزة التكييف كل ذلك ميسر ومع ذلك لا نجد ذلك الإنتاج الذي عهد عند أسلافنا رغم ما كانوا عليه من شرف في العيش هناك أيضا في القرن الخامس لهجر كتاب الكفاية لمحمد بن موسى الكندي يتكون من واحوة خمسين جزاء ثم كتاب مختصر الخصال للعلامة إبراهيم بن قيس الحضرمي وهذا ليس من عمان وإنما أصله من حضرموت من اليمن هو مجاهد وهو إمام وهو فقيه أيضا وهو شاعر له ديوان السيف النقاد فإذا مختصر الخصال في الفقه للعلامة إبراهيم بن قيس الحضرمي هناك أيضا ديوان المشائخ وهذا الديوان ألفه مجموعة من المشائخ الذين كانوا يرابطون في منطقة دمى أو المعروفة حاليا بولاية السيب من محافظة مسقط هذا يعطينا نبذة وهذا لسالم بن أحمد قاضي الإمام خنبشي بن محمد وله أيضا هذا المؤلف العلامة سالم بن أحمد له كتاب الرقاع في أحكام الرضاع وهو أيضا قليل القدر هذا في القرن الخامس الهجري